وفي خبرنا الأخير انتهى معرض الكتاب في فيينا بنجاح باهر والذي حاز على إعجاب أكثر من سمانية وخمسين ألف زائر متجاوزا الرقم القياسي السابق بأكثر من سبعة ألاف زائر للعام الماضي وشرك في المعرض حوالي ثلاثمائة تعارض وأكثر من أربعمائة مساهم من خمسة وعشرين دولة بما فيهم دولا عربية وتميز المعرض بمنطقة جديدة للكتب الجديدة للبالغين مثل ميو أدلت التي جسدت جسرا بين كتب الشباب والأدب العام ويعد المعرض من أبرز المناسبات الثقافية والأدبية في المدينة حيث شارك الرئيس النمساوي ألكسندر فاندابيرن في ابتتاحه نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدون